عالي الشيخ رسالة في ختام الشهر الفضيل للمحافظة على المكتسبات من الأعمال الصالحة واستثمارها والله يا إخواني أنا أقول أن عندنا الآن أشياء يجب أن نستثمرها أولا نستثمر العيد العيد فرصة للتزاور وصلة الرحام والإصلاح أصار بينك وبين إخوانك مشكلة ورح تتعيد عليهم وهم قالوا ليش جيت عيد عليهم والحمد لله هذا الأمر الأول الأمر الثاني في حصل الإنسان المسلم في رمضان خيرا عظيم واجتسب عجر كبير فلا يضيع الشيطان بعض إخواننا الآن الله يصل الحم لا يعرفون المسجد إلا في رمضان ولا يصلون الفجر في وقته إلا في رمضان ولا تجده يصل الفجر لجل يروح للدوام وتجده مقصر في رمضان إخواني هذا معناها أن الخير اللي اكتسب في رمضان يضيع في أول يوم معناها ما استفاد شيء خلاص يعني تعود حليمة إلى عادتها القديمة القديمة يا أحبابي بارك الله فيكم استمروا على الخير وارتبطوا بالمسجد وارتبطوا يا إخواني بالأعمال الصالحة والله تعالى شرع لكم عبادات لا تخلونا الوتر الآن عبادة عظيمة يا إخواني ما ينبغي المسلم أن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله يقول أوتروا يا أهل القرآن ويقول الوتر حق الوتر حق فأوتروا يا أحبابي بارك الله فيكم ثم أيضا الصيام الصيام شريع لنا أن نصم ست من شوال نكمل بها أتمام كأننا صمنا سنة لأن الستة مضربة في عشرة ستين يوم شهرين ورمضان مضرب في عشرة عشرة أشهر فلستعين بالله يا إخواني ونواصل العمل الصالح ونبقي أنفسنا يعني في حيز الطاعات ليقل أثر الشيطان علينا رب العالمين يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ما دمنا مع الله ما دمنا مع المسجد ما دمنا نحب ما يحبه الله لا تتسلط علينا الشياطين إن عبادي ليس لك عليهم السلطان إلا من اتبعك من الغاوي نعم سلطان إلا من الغاوي نعم سلطان إلا من الغاوي نعم سلطان إلا من الغاوي نعم